اشتركوا في القناة الى نشرة المساء من قناة عدن الفضائية بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة الى نظيره التركي رجب طيب اردغان هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية التركية واشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الاخوية التركية الداعمة لامن واستقرار ووحدة اليمن وقوفها الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لا سيما خلال هذه المرحلة الراهنة وثمنا رئيس الجمهورية بما تتمتع به العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة العمل سويا مع اخيه الرئيس التركي رجب طيب اردغان لزيادة توثيق روابط الاخوة وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة للشعبين الشقيقين وعبر رئيس الجمهورية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن اطيب التهاني واصدق التمنيات لفخامته بهذه المناسبة متمنيا له مفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية المبعوث الاممي لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد بحضور نائبه الفريق الرقن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالمبعوث الاممي مستعرضا جملة للخطوات والتنازلات التي قدمتها الحكومة في مسارات السلام ومحطاتها المختلفة بغيت حقن الدماء اليمنية ووضع حد للمعاناة التي يتجرعها ابناء الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة للقوى الانقلابية التابعة للحوثي وصالح ومن يساندهم وتطرق رئيس الجمهورية الى التعاطي الاجابي الذي ابداه وفد الحكومة الشرعية مع الرؤى المقدمة من المبعوث الاممي خلال تلك الجولات رغم عدم شموليتها على ما يفترض ان يكون اتساقا وانسجاما مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 الا انها كانت تهتدي وتتبع ولو اليسير من المعقول والمنطق على العكس تماما مما يقدم اليوم من افكار تحمل اسم خارطة الطريقة وهي في الاساس بعيدة كل البعض عن ذلك لانها في المجمل لا تحمل اي بذور حرب الا بذور حرب ان تم استلامها او قبولها والتعاطي معها على اعتبار انها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الابرياء وقتلوا العزل والاطفال والنساء واكد فخامة الرئيس ان الشعب اليمني الذي ندد بتلك الافكار او ما سمي بخارطة طريقة تأتي ليقينه بانها ليست الا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليست خارطة سلام او تحمل شيء من المنطق تجاهه وفي الاجتماع عبرت قيادة الدولة كفا عن عدم قبولها واستعابها لتلك الرؤية والافكار التي رفضت وترفض مجتمعيا وسياسيا وشعبيا ومن كافة الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك وتمنى الجميع على المبغوث الاممي ان يكون مدركا ومستوعبا لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى الا بازالة اثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكدة عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلاة من جانبه اكد المبعوث الاممي حرصه الدائم نحو السلام في اليمن وتحقيق الامن والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني متمنيا ان طبع الحرب اوزارها وتعود اليمن موحدة فاعلة في اطار محيطها كما اكد ولد الشيخ على بذل قصارى جهوده رغم صعوبة المرحلة من اجل تحقيق ذلك مستمعا لمجمل الافكار والاضاحات التي دارت خلال اللقاء حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي اجرى رئيس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا بنظيره المصري المهندس شريف اسماعيل ونقل رئيس الوزراء خلال الاتصال تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لاخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما جرى مناقشة التطورات والمستجدات على الصحة الوطنية والتصعيد العسكري المستمر لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وتهديدها المباشر لامن واستقرار المنطقة العربية والاقليم والملاحة الدولية في باب المندب ورفضها الانصياع لارادة الشعب الداخلي والتمرد على قرارات المجتمع الدولي الملزمة بما في ذلك محاولتها استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي في مؤشر يتجاوز كل المبادئ والقيام الدينية ويستفز مشاعر كل المسلمين في انحاء العالم وتطرق رئيسي الوزراء لسبل تكتيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية والدور المصري الدعم لليمن في اطار التحالف العربي لدعم الشرعية ومن خلال عضويتها الدائمة في مجلس الامن الدولي بما يساعد الشعب اليمني على تجاوز الاوضاع الرهنة وانهاء الانقلاب بتطبيق مرجعيات الحل السياسي وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 22-16 واستعرض رئيس الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين واليات تعزيز وتطوير العمل المشترك على ضوء نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا الى العاصمة المصرية القاهرة واكد الجانبان خلال الاتصال الحرص المشترك على تفعيل وترجمة نتائج تلك الزيارة على ارض الواقع بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين استنكر وزير الاعلام معمر الارياني محاولة الميليشيات الانقلابية استهداف اقدس بقاع الارض على المسلمين وهي مكة المكرمة بواسطة صاروخ باليستي وقال الارياني في تصريح صحفي ان مثل هذا الاستهداف يكشف الوجه الحقيقي للعصابة الانقلابية وفقدانها للوازع الديني والاخلاقي واضاف الارياني ان محاولة استهداف مكة المكرمة بصاروخ الدمار التي ترسلها ايران يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذه العصابة الانقلابية تجردت من كل القيم الدينية والاجتماعية وتثبت انها مصرة على المضي في الحرب والدمار والتخريب لليمن وكذا استهداف دول الجوار وفي المقدمة المملكة العربية السعودية وقال اننا ونحن ندين ونجلب بكل العبارات هذا العمل المقيت والاحمق والجبان وغير الاسلامي او الاخلاقي فاننا ندعو المجتمع الدولي الى القيام بواجباته القانونية والسياسية والاخلاقية تجاه اليمن واليمنيين من خلال تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي وفي مقدماتها القرار 22-16 مشيرا الى ان الميليشيات الانقلابية لا تقيم وزنا او اعتبارا للقوانين او المواثيق الدولية ولا تأبه لمعاناة اليمنين طوال عامين من الانقلاب وحضر الارياني من ان الميليشيات الانقلابية تعمل على توسيع رقعة الصراع بالاسرار على استهداف اراضي المملكة العربية السعودية وحتى الاماكن الاكثر قدسية لدى المسلمين قاطبة حول العالم في محاولات مفضوحة ومكشوفة لاحباط كل مساعي السلام التي تبذلها الامم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام ولادخال المنطقة في اتون صراع اقليمي تنفيذا لاجندات اقليمية مشبوهة ودع المجتمع الدولي الى تصنيف الحوثيين كحركة ارهابية في ضوء كافة التصرفات التي قامت بها في اليمن من انقلاب ومن قتل وتجويع وتشريد واعتقالات وتقييد للحريات وتجنيد للاطفال وكذا في ضوء اعتداءاتها على دول الجوار ادانت دولة الامارات العربية المتحدة باشد العبارات محاولة استهداف الميليشيات الحوثية منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي في تصعيد خطير غير مسبوق ويعض افلاسا اخلاقيا لهذه الميليشيات ويؤكد انها لا خدود دينية او اخلاقية تردعهم عن اجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الامارتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان تصريحا نشرته وكالة انباء الامارات ان استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي يعد اعتداءا سافرا على اطهر بقاع الارض وعلى المقدسات الاسلامية ويتجاوز كل الحرمات ويتعدى كل الحدود واضاف ان هذا العمل الاجرامي الدني يعري بصورة قاطعة معدن هذه الميليشيات والمتحالفين معها وشدد سموهي على ان هذا العمل الاجرامي يكشف مجددا طبيعة التمرد الحوثي ودوره المتأمر على منطقتنا واستقرارها ويؤكد صواب موقفنا ضد التمرد والانقلاب على الشرعية في اليمن الشقيقة ويزيدنا عزما واسرارا على النجاح في مهمتنا وطلب العالمين العربي والاسلامي بالتكاتف والتعضد للتصدي لهذا التصعيد الخطير ولكل من يستهدف مقدساتنا وعلى رأسها قبلتنا الاولى مكة المكرمة اعربت السودان عن ادانتها واستنكارها الشديدين لاستداف ميليشيات الحوثي لمنطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي والذي اعترضته قوات التحالف العربي قبل وصوله مكة المكرمة واكدت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها ان مثل هذه الاعمال المشينة لا تخدم القضية اليمنية وتمثل استزازا للمشاعر العربية والاسلامية والانسانية قاطبة وجددت السودان رفضها القاطع لهذا التصعيد غير المبرر وقوفها بالصلابة الى جانب المملكة العربية السعودية دفاعا عن حرمة الاراضي المقدسة كما تجدد دعوتها للامتثال للشرعية ويعادة الامن للجمهورية اليمنية اعربت المملكة المغربية عن ادانتها واستنكارها الشديدين اطلاق ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة ووصفت الخارجية المغربية في بيان لها اطلاق الصاروخ بالعمل الاجرامي المنبوذ الذي لا يمكن السكوت عنه لما يحمله من انتهاك للحرمات المقدسة الاسلامية واستهتار بمشاعر ملايين المسلمين عبر العالم ومحاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المملكة العربية السعودية وجددت المغرب تضامنها المطلق مع الرياضة في مواجهة كل ما من شأنه ان يمس سيادتها وطمانينيتها معبرة عن استعدادها التام لمساندة الحكومة السعودية في رد اي سوء عن الحرم المكي الشريف اعتبرت الرئاسة الفلسطينية العمل الذي اقدمت عليه ميليشيات الحوثي بمحاولة قصف مكة المكرمة بصاروخ باليستي هو عمل مشين وجبان وخارج عن كل خلق اسلامي يندى له الجبين وقال امين عمل رئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في تصريح له اليوم لا يمكن لاي مسلم عاقل ان يتصور بان يصل الامر بالحصينة الى هذا الحد من التطاول والعدوان على مشاعر المسلمين وما هو افندتهم وقبلتهم بمحاولة النيل من اقدس بقاع الارض التي كرمها الله بنزول الوحي والقرآن الكريم وبحرمها الشريف والحرم النبوي وهو اجرام بشع كالعدوان الذي يتعرضه المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في عاصمة دولتنا في القدس على يد الاحتلال ومستوطنيه وطالب عبد الرحيم بقطع اليد التي اتخذت القرار ونفذت هذا العدوان الاثم اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين احباط مخطط لتنفيذ عملية ارهابية ترتبط بميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية كانت تستهدف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن واوضح مصدر مسئول في وزارة الداخلية بان احد افراد النقطة الامنية البواسل قام باعتراض السيارة المفخخة التي كانت تستهدف البنك المركزي بعدا لتفجيره في محاولة بائسة للتاثير على سير عمله واشار المصدر الى ان العملية الارهابية اسفرت عن اصابة اربع من افراد رجال الامن احدهم الذي اعترض السيارة واشاد المصدر المسئول بالمواطنين الذين ابلغوا عن التحركات المشبوهة للسيارة مؤكدا ان مثل هذه الاعمال الارهابية لن تثني قوات الامن والجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواصلة عملهم في حفظ الامن والاستقرار والتصدي بحزم لمثل هذه الاعمال في الساعة الخامسة وخمسين دغيرة هنا استهدف البنك المركزي نتيجة عمل ارهابي قبلا ادى الى خراب هذا الذي يبترونه طبعا البنك المركزي ما يقوم اللي بهمت صرف المعاشات للناس لحياتهم اليومية ليأكلوا هؤلاء الناس يريدوا ان يقتلوا كل شيء في هذه البلد لكن الحمد لله الف حمد شكرا على كل حال انا كنت داهم هنا وقدروا وطفنا في اصابات الحمد لله على كل حال نحن سنعمل جاهدين على اعادة الحياة الحياة ستستمر ربنا خلق الدنيا هذه اللي استمر فقيعة كبيرة ولكن التعودنا على ذلك واذا فضل الله علينا الحمد لله على كل حال تمكن الجيش والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف العربي من تحرير قرية بيت علهان والجبال المحيطة بها بعد معارك الشرسة خاضها الجيش مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية نهم الشرق العاصمة صنع واكد الناطق باسم المقاومة الشعبية بمحافظة صنع عبدالله الشندقي ان المعارك اسفرت عن مصرع 23 من الميليشيات وجرح العشرات بينما استشهد الستة من ابطال الجيش والمقاومة الشعبية وصيب 11 اخرين وبحسب الشندقي فقد كان لطيرين التحالف العربي دورا كبيرا في حسم المعركة وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد حيث تم تدمير ثلاثة عربات وخمسة اطقم ومنصة صواريخ كاتيوشة وستة رشاشات ثقيلة ولا تزال المعركة مستمرة حتى الان في ظل تقدم الجيش في اتجاه مسورة سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز على مواقع استراتيجية بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح ووفقا لمصادر ميدانية فان قوات الجيش والمقاومة احكمت السيطرة على منطقتين بوتع والكريفة في منطقة الشقب بجبل صبر جنوب المدينة بعد فرار ميليشيات الحوثي وصالح من تلك المناطق وقالت المصادر ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية وصلت زحفها الى منطقة الفراوش جنوب شرق المدينة وتمركزت فيه بعد مطاردة الحسين واشارت المصادر ان المعارك اسفرت عن مصرع عشرات من الميليشيات واسر عدد اخر بعد محاصرتهم في احد المواقع وعلى الصعيد ذاته اكد المركز الاعلامي للقوات المسلحة في المحافظة ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية احكمت السيطرة على المواقع الاربعة وهي الكريف والكراوش واكمت ذريش وفوق الرازي وتطهيرها بشكل كامل من الميليشيات مشاهدين الكرام بهذا الخبر ننتهي وايكم من نشرة المساء من قناة عدن الفضايا دمتم ودم الوطن بالف خير الى اللقاء اشتركوا في القناة